بركاتك. بركاتك. بركاتك بس يا خير. زكا من يدعمي. عمي. الحمد لله. بالغوار. والله الحمد لله. والله انا حسيتك بعد كده ايه? بعد منصب اتحاد الكوردة بقيت هادي كده خالص. لا انا هادي على طول والله. انا على طول هادي. على طول هادي? انت سمعت قبل كده اي مشاكل من ناحيتي او. والله لا انا. احنا بنلعب يا سيدي من زمن. عادي عنك على طول ان انت رجل بتتحك ورجل جميل والبتسامتك حلو. وفاكك قبل المطشاط وفي المطشاط وكل حاجة. بس جيت فترة المنتخب بس كنت انت بتاخد لي الصور اللي مكشرة وكنت بتنزلها هنا على تويتر عندك وكنت بتعلق انا كنت متابعك وكنت شايفة الحاجات. كنت صعبان علي يا الله. قلتوا بركاتك عمرو مكشرة يا جماعة. بعد كده اجبتلي اول اول ضحكة وبتمنزل الصورة. اهو رجع. قلت قال كفارة. بس انت يعني ايه? انا طول عمري بيعجبني فيك اه تبارات ان انت ايه? اعرف المعنى الحقيقي للكورة. صحيح مش كل الناس ده تستعد المطش او البتولة او بتاع بالطريقة اللي انت بتستعدلها. بس انت تقول عمرك ايه? ما بتحطش الكورة بره خمت الكورة. الكورة كورة هنزل استمتع والعب واموت نفسي وهحاول وخلاص يعني هعمل ايه يعني. ما انت برضو اميده خد بالك يعني هو لعيبت الكورة. احنا بنقول اه طبعا حياتنا كورة بس احنا بنقول حياتنا كورة. لان هي دية الشغلانة اللي احنا بنعرف يعني ايه? ان احنا من احنا صغرين عارفنا نعملها. ولكن ما في حاجات تانية في الحياة. وفي عندك بيت وعندك اسرة وبتتعامل مع الناس في حاجات تانية بعيدة عن الكورة. فانت برضو لازم تبقى هادي ما تبقاش العملية متاخدة يعني على على صدرك كده وتبقى عصابك ممكن تتوتر ولا. الدنيا هاديا وبتمشي يعني. الدنيا. ما الساعات كده ايه? يعني كنا زمان كده ايه? فيه اللعيبة يحسونا ان الكورة تنشنة. وان ان انت قبل المطش ايه? في ناس كده يعني خد بالك هو في ناس في ناس كده. بس دي طبيعتها كده. احنا على طول بنتكلم في النقطة دي. دي ان فيه لعيبة لو لو ما يعني لو ما كشرتش وخدتها جد قبل المطش ولو ان هي لو ضحكت ولا هزرت ولا قالت نقطة الدنيا بتفرط معاها. ودي دي طبيعة. فبرضو ما تقدرش ان انت تلوم على الناس دي.